اشتركوا في القناة وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نأخذ من قوله جل وعلا ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى من الآية السادسة والخمسين إلى الآية السادسة والسبعين قال الله تعالى ولقد أريناه آياتنا كلها أن يحقق الله القول بأنه قد أقام الحجة على فرعون وأن نبي الله موسى وهارون عليهما السلام قد بينا له ووضح له غاية الوضوح وأقام الحجج والبينات ومن ذلك العصاء التي انقلبت إلى حية ومن ذلك يده عندما انقلبت بيضا بعد إدخالها في جيبه ولكنه مع ذلك قابل هذه الآيات العظيمة بالتكذيب والإباء فكذب بأن نسب موسى إلى الكذب ولم يصدقه في كونه مرسلا من عند رب العزة والجلال ولم يقر له بأن المعبود المستحق للعبادة وحده هو رب العزة والجلال وكذلك أبى أي رفض أن ينخرط في سلك الطاعة وأن يقوم بعبودية الله جل وعلا وما كان منه إلا أن اتهمه في مقصده ونيته وجعل يتكلم عن نية موسى وأنه إنما يريد الدنيا ويريد أن يزاحمهم في هذه الدنيا ولذا قال فرعون أجئتنا أي هل مجيءك إلينا وحديثك معنا ودعوتك التي تدعيها من أجل أن تخرجنا من أرضنا أي أن يكون لك الغلبة والملك في هذه الأرض وبالتالي فيكون لك الملك وتكون لك الطاعة وأنت إنما أتيت بسحر أي بفعل نجد من يماثلك فيه من الناس فإنهم لم يكونوا يعهدون معجزات الأنبياء ولذا ظنوا أن ما جاء به موسى عليه السلام من جنس السحر الذي كان مشهوراً عندهم ولذا قابله بمثل ما يظن أنه عنده فقال فلنأتي أنك بسحر مثله أي إذا أتيتنا بسحر فعندنا قدرة أن نأتي بسحر يماثله وبالتالي ليس لديك شيء تتميز بينه ولذا قال فرعون له وإذا أردت أن نظهر تمويهك وسحرك فاجعل موعداً بيننا وبينك أي ضع وقتاً نجسمع فيه ونأتي بالسحرة من أجل أن يبطل سحرك ومن أجل أن يقابل السحر الذي لديك بسحر يماثله فقال فاجعل بيننا وبينك موعداً والموعد يشمل المكان ويشمل الزمان لا نخلفه أي لا نترك الوصول إلى ذلك الموعد نحن ولا أنت وليكن ذلك المكان مكاناً سوى أي سوياً بحيث يكون منفسحاً يجمع ويمكن للناس أن يشاهدوه ويمكن أن يجتمع فيه أناس كثر فقال موسى عليه السلام موعدكم يوم الزينة كان هناك يوم يجتمعون فيه يوم احتفال من احتفالاتهم يعطلون فيه أعمالهم ويذهبون إلى ذلك الاجتماع فأراد موسى عليه السلام أن يشاهد الناس جميعاً دعوته وأن يسمعوا ما أتى به فجعل الموعد في يوم اجتماعي الناس في ذلكم اليوم الذي يتزين الناس فيه ويتهيأون لذلك الاجتماع العظيم وأن يحشر الناس ضحى أي أن يكون الاجتماع مجتملاً على جميع أصناف الناس من الرجال والنساء والكبار والصغار والسوقة والكبراء من أجل أن يكون هذا أبلغ في وصول دعوته إلى الناس جميعاً واقترح أن يكون ضحى ولم يقترح أن يكون في أول النهار إذ قد يتأخر بعض الناس عن حضور أوله ولم يقترح أن يكون مساء لأن الناس حينئذ قد تعبوا فكلت أذهانهم ومن ثم قد يموه عليهم بعض تمويهات السحرة وكذلك لم يقترح أن يكون ليلا ليكون الأمر واضحاً يتمكن الناس من مشاهدته لألا يدخل فيه السحرة بعض ألعيبهم حينئذ تولى فرعون أي ذهب إلى مكانه وإلى محله الذي يخطط فيه ويرتب أموره فجمع كيده أي عزم عزماً مؤكداً على تدبير أمر المكيدة بجمع عدد كثير من السحرة فجمع كيده ثم أتى أي أحضر السحرة عنده وكما تقدم أنهم كانوا أعداداً عظيمة كلا بأنهم عشرات الأولوف فقال فلما اجتمع الناس واجتمع السحرة ابتدى موسى عليه السلام بموعظة يخوفهم فيها من الله ويعرفهم بالواجب الشرعي عليهم فقال لهم موسى ويلكم أي احذروا من العقوبة الشديدة لا تفتروا على الله كذباً فتنسبوا إلى الله أنه غير حقائق الأشياء بسحركم الذي تاتون إليه وانتبهوا لألا تكذبوا على الله بأن تنسبوا ما جئتوا به إلى السحر وانتبهوا أن تكذبوا على الله فيكونوا من شانكم أن تدلسوا في أموركم فذكرهم بالله وخوفهم منه من أجل أن يزول خوفهم من فرعون وقال لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب أن يرسلوا عليكم عذاباً يستأصلكم ولا يبقي منكم شيئاً وقد خاب من افترى أي من كان كاذباً مفترياً على الله جل وعلا فإنه سينزل عليه الخيبة والهزيمة وكان الكلام حينئذ مؤثراً في نفوسهم ولذلك ترددوا في مواقفهم واضطرب ما لديهم وحينئذ رجعوا يتشاورون ويتحدثون ويقول قائلهم كيف يكون رجاؤكم وخوفكم من فرعون وتنسون أن تخافوا من الله جل وعلا القادر على أن يرسل عليكم العذاب الذي لا يبقي منكم شيئاً وحينئذ حصل بينهم شيء من التنازع وتراد السحرة الكلام فيما بينهم وكان ذلك على سبيل الإسرار والنجوى فلم يكونوا يتحدثون به على مرأة من الناس وخاطبوا فرعون بذلك فقالوا فما كان من كبارهم ومن قادتهم إلا أنهونوا من أمر موسى وقالوا عنه وعن هارون بأنهما ساحران يماثلانكم فكيف حينئذ تخافون منهم ولا تقفون في وجوههم وقالوا هؤلاء إنما يريدون أن ينافسوكم ينافسوكم في الأرض فيأخذوها وينافسوا في الملك فيأخذوه وينافسون في مهنة السحر التي تكتسبون منها فيأخذون أرزاقكم فكيف تسمحون لمن ينافسكم بأن تكون الغلبة له فقالوا إن هذان لساحران أي ليس هذان الرجلان إلا ساحرين فقط ومرادهم ونيتهم أن يستولوا على مهنتكم وعلى الأرض التي عندكم بالسحر الذي لديهم وأنتم عندكم سحر يماثلهم وبالتالي فهم لم يريد إلا أن يذهب بطريقتكم المثلى إما طريقة السحر ليكونوا هم السحرة فيحوز أموال الناس التي يدفعونها لأهل السحر وإما أن يكون المراد طريقة ملك مصر الذي كان عند فرعون فاتهم موسى بأنه إنما أراد ملك الأرض أو أن مراده طريقتهم في معيشتهم وفي مكانتهم وجاههم وحينئذ قال قائلهم أجمعوا كيدكم أي ليكن من شانكم أن تعزموا عزما مؤكدا على التدابير الخفية التي تبطل ما عند موسى من أمور ثم توصفا أي ليكن شانكم شانا واحدا بلا تفرق ولا اختلاف ولا تنازع فإنه متى رؤوا متى رأاكم موسى على كثرتكم بصف واحد كان ذلك أوقع للهيبة في صدره وقالوا فكروا في العواقب فإن من فاز اليوم فإنه سيكون له العلو في الأرض فيحوز من أموال فرعون ويكون له سمعة عند الناس وبالتالي يلجأ الناس إليه ويطلبون منه النصر بسحره فكان هذا هو شأنهم وحينئذ أجمعوا أمرهم وتدبروا كيدهم وصفوا أنفسهم صفا واحدا وقالوا لموسى على جهتي من يظن أن الفوز له لا محالة يا موسى أنت بالخيار والأمر سواسية إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى فكأنهم قالوا لا نأبه بك إن ابتدأت أولا أو كنا نحن المبتدئين والعادة أن من ابتدأ أولا فإنه يسوق المعركة إلى الميدان الذي يريده وحينئذ من يبتدئ في الغالب تكون له الغلبة فقال موسى بل ألقوا يعني أنكم ولو ابتدأتم أنتم فلن تتمكنوا من أن تقفوا في وجه الحق الذي معي وكان معهم حبال وكان معهم عصي إما أن يكون مع كل واحد منهم عصى أو أكثر من ذلك فألقوا حبالهم وعصيهم على الأرض فحينئذ خُيِّل إلى موسى بن سحرهم بأنها تسعى أي تجري جريا شديدا فحينئذ لما رأى كثرة الناس ولما رأى كثرة الحيات التي أصبحت تاتيه من كل جانب أو جس في نفسه خيفة خشية أن يتركه الله جل وعلا وأن لا ينصره في ذلك الموقف العظيم وحينئذ جاءه التثبيت من الله فقال لا تخف أي لا يهولنك ما فعلوه أمامك وما كان أمامك من الحيات التي تسعى وبين له أنه رسول من عند الله ومن كان من عند الله فهو الأعلى أي الغالب المنتصر لا محالة ثم جاءه الأمر الكريم بأن يلقي ما في يمينه أي يقذفه على الأرض وكانت عصى صغيرة في يد واحدة من يديه ومع أنهم أعداد كثيرة ومعهم حبال وفيرة وعصي متعددة إلا أنه لما ألقى تلك العصى الصغيرة التي معه كان أمرا فوق ما تصوروا فأصبحت تلقف ما صنعوا أي تدخله في جوفها تدخل جميع ما لديهم في جوفها مع أنها عصى صغيرة انقلبت حية فأكلت جميع ما ألقوه وقال الله جل وعلا له إنما صنعوا كيد ساحر أي تدبير خفي من ساحر وحين وحين القاعدة أن أهل السحر لا يفلحون أينما ولوا وحيثما فعلوا وهذا مشاهد فإنك ترى الساحر يزعم أنه يحقق للناس مطالبهم بينما هو في نفسه لم تتحقق مطالبه يطلب من الناس أموالا لفقره وشدة حاجته فكان موقفا عظيما بالنسبة للسحرة ولذا ألقوا سجدا أي كانوا واقفين فخروا وألقوا بأنفسهم على الأرض يسجدون لله تعالى فقالوا آمنا برب هارون وموسى أي أيقن بوجوب عبادته وأنه الرب المتفضل الذي لا يعبد أحد سواه فأثرت فيهم كلمة موسى عليه السلام حينئذ اغتاض فرعون وهاله من من السحرة ما فعلوه فقد كان ينتظر منهم أن ينصروه فخذلوه وكان ينتظر منهم أن يغلبوا موسى إلا أنه انتصر عليهم وكان ينتظر منهم أن يجعلوا موسى ذليلا عنده بالهزيمة والغلبة فإذا بهم يخضعون ويذلون بالسجود لله جل وعلا فقال فقال لهم فرعون آمنتم له أي هل صدقتموه وتبعتموه قبل أن تراجعوني وقبل أن أعطيكم الإذن بذلك حينئذ هذه مؤامرة بينكم وبين موسى فهو كبيركم وعظيمكم الذي علمكم السحر ولذلك أذعنتم له ومن ثم توعدهم بالعقوبة وهكذا شأن المبطلين إذا عجزوا عن الحجج والبراهين بدأوا بالتوعد بأنواع العقوبات فقال لأقطع النايديكم وأرجلكم من خلاف أي أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في الجهة المخالفة له ولأصلبنكم في جذوع النخل أي سأقوم بتعليق أبدانكم على جذوع النخل وقال في جذوع النخل كأنه أراد أن يشككها وأن يدخلهم في جوفها ولتعلم أن أين أشد عذابا وأبقى كان موسى عليه السلام قد خوفهم من عقوبة الله فقال ويلكم لا تفتروا على الله فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترأ فما كان من فرعون إلا أن قال عذابي أشد وعذابي أعظم ولتعلمن أينا أنا أو رب موسى من هو الأشد في العذاب ومن هو الذي سيبقى عذابه ولم يفكر ولم يفكر أن الدنيا مؤقتة والآخر أبد الآباد فعذابها أبقى وعذابها أشد قالوا لن نؤثرك أي لن نقدم ما جئتنا به من السحر على ما جاءنا من الحق الذي جاء به موسى حيث قامت البراهين عندنا على صدقه ثم أقسم بالله جل وعلا فقالوا والذي فطرنا أي خلقنا ابتداء والذي أوجد عندنا فطرة نميز بها بين الحق والباطل وحينئذ قالوا لا نلتفت إلى تهديدك يا فرعون وفقض ما أنت قاض أي افعل ما أنت فاعل وحكم بما أنت حاكم من أنواع العقوبات التي تكون لك علينا فإنك إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أي عقوبتك التي ستعاقبنا بها مؤقتة في هذه الدنيا التي هي سنوات قليلة بينما عقوبة الله في الآخرة أبد الآباد ولذا قالوا نحن نؤمن بالله من أجل أن يغفر لنا خطايانا أي أعمالنا السيئة التي أقدمنا عليها سابقا نريد أن يكفرها الله عنا بإيماننا ويكفر عنا ما أكرهتنا عليه من السحر قيل قيل بأن المراد بذلك أن فرعون قد ألزمهم بمقابلة موسى فإنهم لما سمعوا مقالته وموعظته يوم اللقاء ترددوا فأكرههم فرعون على المضي في طريقتهم وقيل بأنه كان قد أكرههم أصالة على الدخول في مجال السحر والعمل به ولذا قالوا والله خير أي أفضل جزاء وأحسن ثواب وأبقى فنعيمه باق أبد الآباد ثم ولم يأتي في النصوص هل نفذ فرعون وعده للسحرة فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم أو لا والله أعلم بحقيقة الحال ثم قال إنه من يأتي ربه مجرما يحتمل أن هذا من كلام السحرة بعد إيمانهم ويحتمل أنه كلام مبتدأ إنه من يأتي ربه أي من يحضر في يوم القيامة عند الله جل وعلا مجرما أي قد فعل أفعال الإجرام والحرام فستكون له جهنم يبقى فيها أبدا لا يموت فيها بل يبقى حيا يتعذب ولا يحيى حياتا نعيم يشعر فيها بالعز والمكانة ويقابل هذا من يأتي مؤمنا يعني من يأتي يوم القيامة فنناجئ هيكون بين يدي الله قد آمن في الدنيا وعمل الصالحات أي أقدم على فعل ما يرضي الله من الأعمال الموافقة للشرع والتي أديت بنية خالصة فأولئك لهم الدرجات العلا أي لهم المنازل الرفيعة في جناني الخلد جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات أي مواطن خيرات قد التف بها الزرع فغطى بعضها بعضها الآخر تجري من تحتها الأنهار بأنواعها أنهار المياه وأنهار الألبان وأنهار العسل وأنهار الخمر خالدين فيها أي سيبقون فيها أبد الآباد وذلك هذه الجنات جزاء من تزكى أن يهبها الله ويعطيها لأولئك الذين طهروا نفوسهم من الشرك ومن أنواع المخالفات فهذه آيات عظيمة فيها معاني كبيرة وأحكام متعددة ينبغي بنا أن نتأمل ما فيها من الأحكام لنعرف هذه الأحكام فمن تلك الأحكام التي اجتملت عليها هذه الآيات العظيمة أن الله جل وعلا لا يسارع بالعقوبة أحدا من العباد حتى يقيم عليهم الحجج فيتركوها ولا يدعنوا لها كما فعل بفرعون وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يؤتي أنبياه عليهم السلام من العلامات والأدلة الموضحة لصدقهم في دعواهم النبوة وفي هذه الآيات أن الكفر أن من أنواع الكفر كفر التكذيب بأن يكذب الإنسان بالله جل وعلا أو بشيء مما ورد في شرع الله متعمدا عامدا قاصدا ومن أنواع الكفر كفر الإباء بأن يعرض الإنسان عن طاعة الله عز وجل ولا يقبل أن يكون من أهلها وفي هذه الآيات أن أهل الباطل يحاولون أن يتهموا دعاة الحق في نياتهم بأنهم يقصدون الدنيا وبأنهم يقصدون أن ينافس الناس في أمور دنياهم وهكذا شأن المبطلين كما اتهم فرعون موسى بأنه أراد أن يخرجهم من أرضهم بسحره وفي هذه الآيات أن اتهام أهل الحق بالسحر اتهام قديم ليس ناشئا في أزماننا هذه وفي هذه الآيات أن ما يحاول أهل الباطل أن يعارضوا به الحق فإنه باطل ولن يكون له أثر حميء أثر ومن فوائد هذه الآيات أن الله جل وعلا يهي لدعاة الحق من الأسباب ما يكون مؤثرا في نشر دعوتهم وفي استمرارها وبقائها وهكذا هيا الله جل وعلا لموسى عليه السلام أن يكون الاجتماع في يوم الزين الذي يجتمع الناس فيه وفي هذه الآيات أن ما يكون بين أهل الحق ومن يقابلهم ينبغي أن يكون ظاهرا غير خفي ولذا طلب أن يكون الاجتماع والضحى وفي هذه الآيات حرص الإنسان الذي يدعو إلى الله على أن يسمع مقال دعوته إلى الله أكبر قدر من الناس وأن ذلك لا حرج فيه ما دام أن قصده انتشار الحق ووصوله إلى الخلق وقيام الحجة عليهم إذ لم يكن من قصده أن يكون له منزلة في الناس وفي هذه الآيات من الفوائد أن كيد المعرضين المدبرين عن الحق وما لديهم من أنواع المكر لا ينجحون فيه نجاحا مستمرا وإنما تكون تلك التدابير عليهم لتكون في نصرة الحق وفي هذه الآيات أن الإنسان ينبغي به أن يعظ أهل الباطل مهما وصلوا إليه من درجة في معاندة الحق ومعارضته ومهما كان لديهم من المخالفات كما وعظ موسى عليه السلام السحرة قبل أن ينازلهم وفي هذه الآيات التحذير من الكذب على الله ينسب إلى الله وينسب إلى شرعه ما ليس منه وفي هذه الآيات أن أهل الباطل يوجد بينهم نزاع واختلاف وليست مواقفهم متحدة وإن كان الشيطان يحاول أن يجمع بينهم وأن يوحد مقالتهم من خلال اهتمامهم بأمر الدنيا وفي هذه الآيات أن من أعظم أسباب الضلال أن ينظر الإنسان إلى ما بينه وبين دعاة الحق من أمور متشابهة في الصورة فيظن أن التشابه في الصورة يقتضي أن لا يمايز ويتفوق عليه في معرفة الحق والدعوة إليه وفي هذه الآيات أن الكذب من أسباب نزول العقوبة في الدنيا والآخرة وخصوصا الكذب على رب العزة والجلال وفي هذه الآيات أن من أعظم ما يصد الناس عن دعوة الحق ظنهم أن دعاة الحق ينافسونهم على الدنيا التي هم فيها وفي هذه الآيات محاولة أهل الباطل جمع كلمة أصحابهم ضد أهل الحق بنسبتهم إلى المقاصد الفاسدة والنيات السيئة وفي هذه الآيات أن اجتماع أهل الباطل لا ينبغي أن يهز أهل الحق مهما كان عندهم من قوة ومهما كان لديهم من إمكانات وفي هذه الآيات أيضا أن داعي الحق ما دام يعلم أن الله جل وعلا معه فإنه يوقن بنصر رب العزة والجلال وفي هذه الآيات أن أهل الباطل يستهينون بأهل الحق ويقللون من مكانتهم ويحاولون أن يستنقصوا منزلتهم وقد استدل المعتزلة بهذه الآيات على نفي أن يكون السحر له حقيقة وقالوا بأن السحر إنما هو تخيلات فقط ولذا قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى والجمهور على أن السحر قد يكون له حقيقة بقلب حقائق الأشياء ولا يبعد ذلك متى ربط ذلك بقضاء من الله جل وعلا وقدر منه سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات أن الخوف الطبيعي الذي قد يعتري للإنسان من بعض الحوادث الكونية لا ينبغي أن يهز نفسه ولا يؤثر على مكانته ومنزلته وفي هذه الآيات أن الإنسان متى كان مع الله فينبغي به أن يخاف من الله وحده وأن لا يخاف من أحد سواه كائنا من كان وفي وفي هذه الآيات تأييد الله جل وعلا لموسى حيث جعله يتغلب على كيد السحرة مع ما كان عندهم من كيد عظيم وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد يجعل الأحداث الكبيرة والآثار العظيمة ناتجة عن الأسباب الهينة اليسيرة كما كان في إلقاء هذه العصى الصغيرة ما يأفك ويلتهم ما ألقاه السحرة من حبال وعصي انقلبت إلى كونها حياتا وفي هذه الآيات أن السحر باطل وأن السحرة دجالون بطالون وأن مآلهم وآخر حالهم إلى الخسارة في الدنيا مع ما ينتظرهم من العقوبة الشديدة في الآخرة وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد يغير حال العبد في لحظات فبدل أن كان هؤلاء السحرة مضادين للحق قائمين في وجهه فإذا بهم ينخرطون في سلكه ويكونون من أهل الحق وفي هذه الآيات أيضا أن أهل الباطل مثل عجزوا عن رد الحق وأهله بالحجج والبينات انطلقوا إلى التهديد بالعقوبات ولكن العقوبة الدنيوية ليست بشيء في مقابلة أمر الآخرة وفي هذه الآيات أن المؤمن لا ينبغي به أن يترك سبيل الحق بالتهديد الذي يتيه من أهل الباطل مهما كان ذلك التهديد ومتى قارن للإنسان بين رب العزة والجلال خالق السماوات والأراضين وبين من في الدنيا علم أن أهل الدنيا ليس عندهم إلا الخسارة وليس عندهم شيء إلا بإذن الله جل وعلا وفي هذه الآيات أن المؤمن يقدم آخرته على أمر الدنيا ومن قدم الآخرة على الدنيا جاءته الدنيا راغمة كما هي سنة الله في الكون وفي هذه الآيات القسم بالله جل وعلا فيما يتحدث به الإنسان من نقاش وحوار وفي هذه الآيات أن العبد المؤمن يصبر على أقدار الله المؤلمة متى كانت في ذات الله جل وعلا ويتمسك بإيمانه فلا يزحزحه ذلك عن الإيمان أدنى شعرة وفي هذه الآيات أن المؤمن ينبغي به أن يقارن بين أمر الدنيا وأمر الآخرة سواء في العقوبة أو في النعيم فيقدم الآخرة على الدنيا وفي هذه الآيات أن الإيمان والدخول في الإسلام من أسباب مغفرة الذنوب السابقة وفي هذه الآيات أن العبد متى أكره على أول عمل فاستمر فيه والسمرأه فإنه يؤاخذ به ويعاقب عليه وفي هذه الآيات التحذير من نار جهنم تحذير من سلوك الطريق الموصل إليها وفيها بيان أن أهل النار لا يموتون فيستريحون من العذاب ولا يحيون حياة يتنعمون فيها وفي هذه الآيات أن العبد الصالح بالإيمان وبإقدامه على الأعمال الصالحة يرفع الله درجاتهم وفيه أن الجنة على درجات متفاوتة وليست على درجة واحدة ولذا يتوزع الناس في تلك الدرجات بحسب ما لديهم من أعمال وحسنات وفي هذه الآيات بيان أن دخول الجنان ينشأ من أمر عائد على العبد فمن طهر نفسه وزكاها فإن الله جل وعلا يهيئ له سبل الطاعات ويجعله يقدم على أنواع العبادات فيكون هذا من أسباب دخوله للجنان ورفعة درجته فيها فهذه آيات عظيمة من سورة الطاها فيها ذكر شيء من قصة نبي الله موسى عليه السلام وكيف واجه فرعون وما الذي كان بينه وبينه خاتمة هذه القصة أن موسى استمر في الدعوة وغاض منه فرعون وبدأ يحذر الناس منه ومن دعوته ثم إنه علم باجتماع موسى بأتباعه فخرج فرعون بأتباعه فهرب منه موسى فانفلق البحر فدخل فيه موسى ثم دخل بعده فرعون وجنوده فلما غادر موسى البحر انطم البحر عليه فغرق فرعون ومن معه في البحر بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الجميع واستقامة لأمورهم ونسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا فهما لكتابه وعملا بأحكامه كما سأله جل وعلا أن يوفق ولا تأمر المسلمين في كل مكان لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين موسيقى 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 موسيقى